بحث وزير الدولة محافظ عدن أحمد الأملس في العاصمة عدن مع ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن مايا أمورا السبل الكفيلة بمعالجة أثار النزوح والهجرة التي تعاني منها محافظة عدن ووقف اللقاء مماليات دعم البنية التحتية لخطوط الصرف الصحي بمحافظة عدن وتجيع العودة الطوعية للمواجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي لبلدانهم والنازحين إلى مناطقهم الأمينة وشدد الملس على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين وسرعة معالجة مشكلتي الهجرة غير الشرعية والنزوح مشيرا إلى أن السلطة المحلية تطلع لرؤية خطوات عملية عاجلة على أرض الواقع لمشكلتي الهجرة غير الشرعية والنزوح التي تشكلان عبءا كبيرا على مدينة عدن من جانبها أكدت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لاستمرارية المفوضية في العمل والتنسيق مع السلطة المحلية لضمان تحقيق نتائج ملموسى على أرض الواقع في المجالات ذات الصيلة خلال المرحلة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر